السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام لمتابعين حياتنا بكل بساطة مع امان ازايكم حبيبا عاملين ايه رب كلكم تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعضينا حاجة كده من تجهيزات رمضان تقدر يتفرزيها وتطلعيها قبل الفطار بنص ساعة وتبدأي تعمليها حبة بقى تشويها تحمريها تدخليها فرن براحتك النهاردة هنعمل مع بعضينا ان شاء الله كفتة الفراخ او زي ما بيقولوا عليك كباب التركي بس هو معروف قوي من زمان في مصر باسم كفتة الفراخ معي هنا ده صدور فراخ الكمية بقى اللي انت تحبيها انا مستخدمة هنا حوالي كيلو الا ربح ومقطعها بالشكل ده انا اللي خليها يعني انا بجيب قطعتين كده من فرختين يعني صدرين لفرختين فبعملهم وبيدوني كمية حلوة جدا لبأسة بها بصراحة تبقى حلوة جدا بقطعها مكعبات كده بخليها ما تفكش معي او بتخليها شبه يعني مشمع بالتلج شوية علشان تعرفي تخليها وتقطعها وتبقى متماسكة معاك بالشكل ده بقطعها مكعبات وبعد كده باخدها على الكبة على طول وببدأ افرمها وبتبقى معايا بالملمس والشكل الناعم ده حبيب اللي سألوني على الكبة دي دي كبة كين وود هتلاقوني عاملة في القناة فيديو فيديو ليها فرمت الفراخ معايا حلوة جدا جدا زي ما احنا شفناها ده بقى شكلها بعد ما تفرمت كلها وخلصتها جبتها هنا معايا وجبت معايا هنا دي بصلايا متوسطة وفرق حبة بقى تفروميها في الكبة حبة تبشوريها على اديكي انا بشراها على المبشرة علشان اقدر اعصر المية بتاعتها فبعد ما بشرتها عصرت المية بتاعتها وخليتها في طبق الواحد وكده هنحتاجها ومعي هنا بقى التوابل اللي معينا ملح وفلفل اسود وبهارات وبابريكا وشوية بصل بودرة وطوم بودرة انا معوضة هنا بمعلقة كبيرة بصل علشان خاطر مش حطة بصل كتير فحطيت معلقة كبيرة لكن بقيت التوابل والبهارات بحط منها نص معلقة صغيرة والملح طبعا بيكون حسب الرغبة استخدمت هنا معي كمان اربع معالق كوباردقيل ومعلقة كبيرة مستردة اللي هي معجون الخردل ده شكلها ومعي هنا معلقة كبيرة كده مليانة ده دهن اللية او دهن الغنم او الشحم زي ما بيتقال عليه انا استخدمت هنا منه معلقة كبيرة ومليانة مش عندك استعواضي عنه بالزبدة بلاش تحطي زيت بلاش تحطي سمنة هتنشف الكفتة معاك لكن اللية والزبدة هيدوها لمعة وهيدوها كمان طراوة معاك هيخلوها جوسي كده وطرية وحلوة دي كده كانت المأدير معايا كلها بجيب بقابولة اللي انا هبدأ اعمل فيها وببدأ احط فيها المكونات بتاعتي كلها مع الصدور الفراخي المفرومة وبحط كل التوابل وكل المكونات معايا ده مية البصل ليها استخدام تاني وهنقول عليه طبعا انت بتفرزيها في الفريزر بتحطيها في طبق بلاستيك او بترسيها في كيس وبتحطيها في الفريزر بتبقى حلوة معاكي اوي وجاهزة في اي وقت انا بعملها كده والله بتبقى حلوة اوي حبت تعمليها في رمضان بتطلعيها قبل الفطار مثلا بساعة مش عايزها تفك منك خالص وبعدين تبدأي تشتغلي بيها لا اخلي فيها نسبة تلج علشان تفضل متماسكة معاكي وتفضل محتفظة بقوامها وتماسكها انا هنا حطيت كل المكونات معايا وببدأ اعجنهم كويس اوي ولمهم كويس جدا تعجنيها بقى بايدك تعجنيها بالمعلقة انا بصراحة كملت بايداية فضلت اعجن فيها لحد ما لمت معايا وحسيت ان هي مش بتلزق في ايدي مش بتطلع معايا لو حسيت انها بتلزق في ايديك بقى هي محتاجة رشة دقيق انا عايزاها تكون كده حاجة كده يعني طرية معاكي وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايديكي بتسيب ايديكي قادي شكلها بعد معجنتها لقيت ايها بقى بتلزق فما تحط لها رشة دقيق بصوا هي معايا سايبة الطبق وسايبة ادية وزاي الفل معايا ازاي مش بتلزق معايا ولا حاجة معايا هنا بقى دي ميت البصل هحط فيها معلقة كبيرة زيت وهحط فيها نص معلقة صغيرة من البابريكا ومعايا هنا دي اعواد الشيش تووك اللي انا هعمل عليها الكفتة حابة تعملي الكفتة بيديكي بتعمليها حابة تعمليها على الاعواد دي بتعمليها بس انا كنت لعا الاعواد دي معايا لمدة ربع ساعة الاول في مياه علشان خاطر ما تتحرقش وانتي بتعمليها انا هنا حطيت نص معلقة بابريكا ما عندكش بابريكا حط شوية صلصة او حط شوية قطشب القطشب بيديها لون وطعم حلوين قوي وكمان البابريكا والصلصة بيديوا نفس التأثير ونفس اللون ونفس الطعم الجميل انا هنا بقى معايا الاعواد وببدأ اصبعها كده في الاعواد الخشب ما عندكش اعواد خشب زي ما قولنا بتعمليها زي صوابع الكفتة بالزبط ببدأ قابلي ايدي هنا بقى بمية البصل اللي انا امتبليها بشوية الزيت وشوية البابريكا علشان خاطر وانا بصبعها تاخد مني طعم البصل الحلو ده وتاخد مني لمعاني الزيت ولون البابريكا وبتطلع هيلة جدا معاك تقدر تصبعيها كده وتقدر تحطيها في اعواد الشيش طوك وبتبقى حلوة قوي معاكو هنا بقى انا عملتها بالشكل ده وبدأ تقابلي ايدي بمية البصل وببدأ اصبعها بالشكل ده وببدأ اديها زي طابع بايدي كده يعني تاخد معايا شكل برة وتاخد معايا شكل حلو وحابة تعمليه بتعمليه مش حابة بتعمليه خلاص بتسبيه بتعمليها زي ما هي ملساة كده ده شكلها بقى معايا النهائي رصتها معاكو في الاطباق بالشكل ده ادي الشكلين اللي انا عاملاهم بحطها بقى بكيسها في كيس يعني او بتحط عليها ورق ستريتش اللي هو الستريتش رول ده وبتدخليها الفريزر وبتحتفز بيها المدة اللي انت عايزاها واللي انت حباها وبتطلعيها تقليها او تشويها زي ما تحبي في الفرن بس لازم يكون فيها سن التتليجة شوي علشان ما تفكش منك وده كان فيديو النهاردة معاكو من تجهيزات رمضان اللهم بلغنا رمضان اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام